ذكر تقرير لموقع IR Insider الأمريكي أنه في خضم استمرار الصراع الناشب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة سلطت الأضواء على مصر باعتبارها ذات الأهمية التاريخية بالنسبة لقطاع غزة وأنها لعب رئيسي في معالجة الصراع المستمر ذكر الموقع أن مصر تمتلك نفوذا كبيرا في الحرب الدائرة بين إسرائيل وقطاع غزة حيث تسيطر على معبر رفح الذي يمثل نقطة الدخول الرسمي الوحيد إلى غزة ويعد هذا المعبر حيويا لتوصيل المساعدات الدولية إلى غزة لا سيما وأن المنطقة تواجه أزمة إنسانية طاحنة في السياق ذاته صلت التقرير الضوء على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد خلالها على رفضه بنقل الفلسطينيين إلى سيناء